في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات والسعي نحو مواكبة أحدث الممارسات العالمية في العمليات الاستثمارية والمالية أدخلت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلا على إجراءات تحول الشركات إلى شركة مساهمة عامة يسمح للمؤسسين ببيع حصة من ملكيتهم في الشركة عند طرح أسهمها للاكتتاب العام كخيار ثاني في حال عدم الحاجة إلى زيادة رأس مالها من خلال طرح نسبة 55% من أسهمها في عملية الاكتتاب أي جوز للمؤسسين بالشركة بعد تقييمها أن يطرحوا أسهم الشركة في اكتتاب عام من خلال بيع نسبة من أسهمهم في رأس المال أو زيادته أو كليهما مع يأتي ذلك القرار في إطار تسهيل هيئة الأوراق المالية والسلع على الشركات التي ترغب بالتحول إلى مساهمة عامة ويصري فقط على الشركات المحلية التي يتم تأسيسها بالدولة ويتعين على الشركة التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقة المبدئية على التحول مرفقا بمستندات توضح أسول الشركة وخصومها معتمدة من مدقق الحسابات وفي حال موافقة الهيئة المبدئية تقوم لجنة المؤسسين بتقديم الطلب مرفقا بمستندات لخطة عمل الشركة تشمل دراسة الجدوى الاقتصادية ونسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية إلى جانب موافقة وزارة الاقتصاد تعديلات بسيطة تحدث تغييرات كبيرة لمصلحة المستثمر في الدولة في محاولات دقوبة لدفع الاقتصاد إلى الأمام من خلال تحسين الأوضاع وتسهيلها للشركات المستثمرة في الدولة